السلام عليكم عزائي الطلاب معكم دكتورة ذيان أستاذة مادة نظرية الاتصالات المرحلة الثالثة قسم اندسة اتصالات الحاسوب هاليوم نحن بدي نشرح على موضوع الكميليكيشن سيستم مثل ما احشار حين سابقا احنا قلنا اهم الشي بالكميليكيشن سيستم انه رزمتكم من ثلاثة اجزاء رئيسية اللي مقابلكم موجودة عندنا ترانسمتر ولازم يكون عندي عندي رسيبة طرفي بث اشارة طرفي يستلم اشارة عن طريق وسط ناقل كل طرف من ذني الاطراف بيئة الاشارة المات والبيانات تمر بعدة مراحل مثل ما قلنا اي اشارة اللي تمر عدد من المراحل بالترانسمتر عكسها موجودوين بالرسيبة احنا موضوعنا كالكميشن سيستم راح نختص سيستم عندي موديليشن شكشي المعنى الموديليشن و اديه موديليشن بالسيستم وانتنا متل ما قلنا الموديليشن عرضناه سابقا انه هو تحميل اشارة ذات تردد قليل على اشارة تانية ذات تردد عالي وظيفتها نقل البيانات من طرف الى طرف اخر هسافات بعيدة ونبدأ بالبداية يشرح التي هي الاشطة الوكس نبدأ جديدة نوعتي من الوكس يسمى الوكس 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 معناها الاشارات التي نتعاملها هي الوكس 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 الآن نبدأ بالموضوع الخاص في كورس مالتنا هو الانالغ موديلاشن الانالغ موديلاشن بنوعي نسمي الامفلتود موديلاشن والانجل موديلاشن من اسمه امفلتود موديلاشن معناه الإشارة ماتي اللي نسميها المسيج سيجنال اللي هتكون ضمن الامفلتود مع الكاريور سيجنال الكاريور سيجنال هو الحامل للإشارة الأصلية ماتي اللي ترددها قليل الانجل موديلاشن من اسمها انجل قزاوي معناه الإشارة ماتي المسيج الأصلية لح تكون ضمن زاوية الكاريور سيجنال فجدت التسمية على هذا الاساس انجل موديلاشن المعادلة العامة اللي موجودة عندي اللي ناخدنا احنا هي الموديلات السيجنال السيلة تي يساوي الآية تي بالكوسين ثيتا تي قلنا الآية تي اللي هي الامفلتود السيجنال وثيتا تي اللي هي الانجل سيجن ممكن اضعبهم المسيج سيجنال حسب نوع الموديلاشن المستخدم إذا نشتغل أمبرتود موديلاشن اللي معنى الاي للتي لح تكون عدي لين هي الامبرتود مالك كاريور سيجنال إذا نشتغل أنجل موديلاشن معنى المسيج السيجنال ماتي لح تكون الآية كاريور سيجنال دائما الكالر سيجنالي نتعمل على الاساسه هو الكوساين سيجنال تمام؟ نفصل معادلتنا ALT في كوساين ثايتر 3 نجي سوف يفصل الثايتر 3 الثايتر 3 مثل المشاركي صادقا هي العوارة على phi لتي بزاى 2pi f سب سي لتي فالمعادلة ما انتبهن الطيب لحالة سي لتي هي الالة تي وهنا نجينا كتبنا معادة الثياتر التى امامي موجودة هي فايل تى زائد تى باي اف سي تى نجي بعده نجي الاف ساف سي هي كارير فريقونسي تردد الاشارة الحاملة الاشارة الاشارة الاصلية الاف ام هو الماسيج فريقونسي يتردد الماسيج الاصلية الاي للتي والفايل التى ممكن يكون هي عبارة او اللي تحتوي على الماسيج سيجنال ضالتنا حسب نوع المودينيشن اذا نشتغل عليه فهذا نشتغل عليه امبريتوت او نشتغل عليه ايقل اذا امبريتوت معناه عندى إذا لا أشتغل Amplitude Moderation مع العدام من الفايل التي قيمتها الصفر تبقى الـ AT هي نفسها تساوي المسيج في الـ M للت معادلت إش لاحصت الـ SC للت هالتال هي الـ AT في الكوسين هاي الأصل هي فايل التي ذات 2πFCT رجعنا عندناها SC للت هي حتكون المسيج في الكوسين 2πFCT إن فايل التي عوضناها صفر فبقوا الـ AT عوضنا قيمة إنه عبارة مسيج في الـ Carrier إذا كان Amplitude Moderation signal دائماً الـ Carrier signal ما التي هو فايل سين 2πFCT فقط والـ AT عبارة على مسيج سيجن في الـ AT إذا لا أشتغل Angle Moderation من المواضحنا أمامنا لح تكون الـ AT هي تساوي الـ A constant ثابتة لح ترجع هنا الفايل التي تساوي المسيج سيجن في الـ فارجع كتابيه بغصيغه الـ CDT A cos phi T زائد 2πFCT فالـ A ثابت صارت في أي رقم ممكن يكون يعمل لي ومثل الـ Amplitude Moderation من الـ Carrier signal في الـ A cos M لـ T زائد 2πFCT هساً لحكيتي هنا لح يوضح لي إنه أنا عندي طبعاً أنواع من الـ Moderation بالـ Analog Moderation من الـ Amplitude و Angle Moderation كل واحدة من ذني بها أيضاً أنواع فالـ Amplitude Moderation أبطا يرمز الـ A captor و M captor بخمسة نواع كل نوع نحن نشرح من عندها الـ Moderation Moderation مادة و Directed Core من عندها ونشرح الـ D Moderation فالـ Am لدي خمسة نوع نوع من الـ Am يسمي DSP SSP والـ Qualm والVSB تمام؟ طبعاً خالفة نجي الـ Angle Moderation بنوعين اللي هي الـ PM والـ FM إلى أنواع الـ Angle PMF نجي تسميتها لاحقاً يرجع للـ Digital Moderation في الـ Digital Moderation عندي ثلاثة أنواع مائتي يسميها واختصرها في ASK PSK FSK نجي أنواع Moderation بس تشتغل هي Systematic والأجهزة مائتي كلها عبارة على Digital Sygnatic عاملوية نجي هنا الثانية يوضح لي يشرح لي على أول نوع اللي هو Normal AM Normal Amplitude Moderation لأيام نرجعنا كتبناه باعتبار احنا عرفنا المختصة أنها تمثل Amplitude Moderation فيقول لي مطيني مثال على أي ميسج ممكن أي شكل تكون عندي الميسج Sine Wave Triangular Rectangular أي شكل كانت هنا فالارتفاع المكسيمم ما لا تيسم المكسيمم أي إشارة والميلموم للإشارة مثل ما مرسومة عندنا هي الميلموم أم لدي أقل ارتفاع بالإشارة معك النورمال ايام هنا كل حالة عندي خمسة نواع من عندها كل نوع من الانواع بها معادلة رئيسية خيرها زماني حافظتها فيجي بالنورمال ايام معادلة العام من السيد التي هي عبارة على A زائد أم لتين تضرب بالكرة يرسينا الأي هو ثابت أي رقم ثابت أم لتين الميسج ماتين اللي عرفناها كلها يضربها بالكورساين 2 باي شكل الإشارة ماتي بالا بالنورمال ايام اوكي تكون هذا الشكل الموجود أمامكم هذا بعد الموديليشن هي إشارة السي والتي طبعاً الاي هي مثل دي سي ديفل فتخلي هناك في دي سي ديفل اي وخلي أيضاً بال ماينس ماينس اي هناك الكارير رصدنا واضح بالوسط اوكي والإشارة ماتي هي موجودة على قيمة ذني البيانات الموجودة عندي هذا الجزء الموجب الجزء الثالب الموجود به هو مثل الميرر الميرر مالد الجزء الميرر الموجود مالد إشارة مع عكس الإشارة طبعاً هذا الرسم بس لتوضيح لكم وما تطلب لكم الحظ مطين المثال هناك إذا كانت المسج موجودة خمسة ساين أميجي 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 قيمة يقسمها على دي سي دابل اي الدخل الثالب السؤال حسب المثال موجود قسمنا خمس على عشر فرق قيمة نتقل 0.5 يقول لي بما أنه الموجودة موجودة مواملة موجودة ما تطلب كل شخص موجود موجودة إذا كانت الموجودة دائماً أصغر من واحد قيمته إذا دائماً هذا النوع الموجودة هو أميجي قاعدة اثنين مطينة الأرقام مثلاً ميسج وموجودة 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 قسم المنوم أو الموجودة الموجودة الأشارة 10 على 10 فرق قيمة واحد أيضاً هنا إذا كانت الام قيمة واحد دائماً الموجودة 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 يسميه الدي اس بي فالام صارت عندي قيمة واحد وهذا الرسمات التوضيحية ما يكون الأم واحد باعي هنا الإشارة واضحة سيتقطنون 22.0 الزيرة بس ما يتقرأ واحدة لثانية كذا هذا الرسم من التوضيحية يجي ثالث حالث الموجودة هي 10 سين وميجا موجودة 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 على 5 إذا موجودة موجودة ترفيئة أوسر موجودة 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 الموجودة وهذا الرسمات التوضيحية حادث أنه الموجودة أكبر من 1 صبعة الإشارة 1 ثانية فتغير الشكل البيانات الأصلية مع المسج الأصلية موجودة هذا الرسم نرجع هنا نرسل الشرح STVC معامل AM DCAA زائد المسج و رسم رسومات مثل نرسل 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 سيبدأ هنا يشرح لي على Demodulation Demodulation بحركة Normal AM حسنا Demodulation بالNormal AM عندي مين نوعين هو هنا بعد أن نقر 2 Synchron Detection وعدي نوع ثاني يسمى Envelope Detection Detection هي الكشف يكشفني أنه أنا من وصلة إشارتي إلى Receiver أريد أن أسترجع الإشارة الأطلية لا أريد بعض الكاريور سيدنا لإشارة جدا عاية أريد أن ألغيها أريد أن أستخرج الإشارة التي تكون ترددها قليل وألغي الإشارة في الكاريور سيدنا التي تردد ما تردد عاية في المعادلة المعادلة والإشارة التي وصلت إلى Receiver هي الأسية الابتحالية بالإشارة من الأساس ينتظر إلى وصدر ألغي على المعادلة المعادلة في إشارة أليك الذي يجب إلى مجموعة التي تستخدمها الأمراف الأمراف التكسين الإنين ابتحال نوع المعادلة أو إشارة الوحسال كلهم اطبق لهم نفس الرسم نفس المعادلة بس مجرد فقط كل واحدة لها معادلة خاصة بي مثلا احنا هنا نشتغل نورمال ايام فمعادلة تكون اي زائد ميسج بكوساين توفاي اف سي تي الدائرة ما تتجنع عامة تستخدم الكل نفس الكارير التي استخدمت الطرف في الترانسفيتر مجرد شرطة الزاوية شرطة في الزاوية الاوتوت من عدن يسمي الواي للتي الواي للتي حاصل ضرب الاسيد للتي في الكارير سينار الموجود هنا بعدين الواي للتي الناتج مالي تدخلها على فلتر داما اصابة لو باس فلتر لماذا اصابة لو باس فلتر؟ يعني اريد استخدم اشارات اصليني اللي داما تكون التردد ملتا قديم فنستخدم نوع من الواي للباس فلتر هو لو باس فلتر اريد الترددات العالية وبقي لنا التردد القديم فيجي هنا لح نجي نشتاق طبعا هاي اشتقاقات مطلوبة منك تحفظها اللي هي الواي للتي هنا حسب المعادلة هي عبارة حاصل ضرب قلنا السيد للتي في الكارير كورسان توقي فسي تزاد طاين هاي سميتها معادلة رقم اثنين والمعادلة اسليماتي للسيد للتي معادلة رقم واحد نحن نجي نعاول واحد باثنين بعد ما نعاولها رح تطلع عندي المعادلة لا طبعا المجرد هي تعويض الاسي ذي تصالت اي زائد ميسج في الكورسان توقي فسي تي بمنا نضربة بالكارير الجديد اللي هو نفس الكارير المالي ترانسمتر بس مش شفت بزاوية فائنا اجي كتب لي اياها فتح الاقواس نحن نفتح كل الاحواس a cos2��� Harley pct وس2 socket footically زائد ايضة السيد الميسج am permite B cos2大 ft ب tele B cos2cup ox2 Phantom نحن نجي نعاول نستخدم هاي المعادلة كل يش مهمة اي extraordinابة الي احنا شرحناها discs في بداية السنة جيدكم ادخوا مجموعة من المعادلة بصفحة الاولى بالمالزمة الرئيسية ادتخوا مجموعة من المعادلات الجديدة الانحنا نستخدم هايا نستخدمها اثناء الشرح هنالا عندنا حاصل ضرب cos x cos y حيث نحقق اثنين هنالنا نحتاج نبسط المعادلات مع الاثنين فصل النص cos x زائد y زائد cos x ناقص y نيجي نبسط هنعوضها بالمعادلة فصل a على اثنين cos 4 pi f c حاصل جمعهم في 4 pi f c t زائد final زائد cos حاصل طرحهم ماشي يبقى cos final زائدين المسج التي على اثنين cos حاصل جمعهم زاويتين في 4 pi f c زائد final زائد cos حاصل فرح الزاويتين cos phi ناقص هنا نحن نجي هاي الواي لبتين ناتج مفروض الواي لبتين ترجع تدخل تدخل على اللوباز وتمر من خلاله اللوباز فرتر يمرر منه قلنا قلنا يمرر اشارات لتردداتها قليلة ويلغي الترددات العالية فكل ترمي لني الترمات الموجودة عندي فهيحدد قيمة التردد مالتها وشوفوا هل من الممكن انه ندخل للاوباز فرتر لو لا تلغي فلاي على اثنين cos 4 pi f c زائد final تردد هاي cos 4 pi 2 4 pi f c t اشغل تردده اثنين فتكون قيمتنا هنا صفر مثلا يجي طرف الثاني زائد اي على اثنين cos final الفايلات رقم ما احنا قلنا فد فد شرطة درجة معنا ممكن cos 30 cos 50 cos 20 cos 10 اي رقم اذا هي رقم cos الرقم لحيطلغي رقم ثابت تردد الرقم تردد دا من f وقيمته 0 او تردد الثالث وتردد الصفر اذا هذين لنوباز فترهم للصفر للاف ام اذا لح تدخل عندي هاي الاي على اثنين cos final نجي اللي بعد زائد اما نبتي على اثنين في cos final نانا الcos final قلنا هو تردد الصفر هو رقم ثابت تردد المساج Geek هوdie Lite اذا هو اصلا انا اريد الفلock اريد اشارة تردد فلock اذا هاي و narrow ستكون ن wyn ô فتدخول عندي هاي الإشارة Okay plus طارف الاخير امنتي على اثنين cos A fourth Fct زائد مثل ما قلنا الـ 4 Fct او هذا الكارير هو تردد اثنين fc تسقط 5 فلسط by 2 sc وفلسط can be 2 فلسط تسقط 5 فلسط الضجر المواقعة تسقط 5 فلسط تسقط 5 فلسط يعني شعر فلسط خلق فلسط 0 فلسط بعد النوع فاصف التالي نكتب المعادلة يسمى X للT أصل معادلة A على 2cos final زال M للT على 2cos final يستخرج عام المشترك اللي ينزلني القرفة اللي ينص cos final تبقى عندي A زائد message للT هاي شي يسمى M' للT داش يتمثل معناك نفس الشكل الأقيم على المسجد الأقيم وما في تقريب التقريب المسجد إذا إحنا نجد أن نسوي نسوي استخراج المسج الأصلي المسج الأصلي هي A زائد message إذا رجعت لي A زائد مسج صحيح بمن انضربت؟ انضربت مجرد بثابت نص cos final هذا ثابت فالرقم ثابت أدنى إذن المدنيج أو المدنيج مؤتنا حاليا جدا صحيح أوكي هذا الأول نوع المدنيج نجي للنوع الثاني من المدنيج يسمى الدبل سايد باند الدبل سايد مود مدنيج نجي أيضا كل نوع قلنا بمعادلة خاصة بي ولازم أحبه تكون المدنيج مدنيج مدنيج هنا مباشرة هناك كانت بالنورمال أي دي سي دبل زائد مسج بالكارية هناك لا مجرد مسج بالكارية مباشرة معادة المخطط ماتي هو عبارة على المسج بالكارية بالكارية والأطبط يسمى دبل سايد باند المدنيج المدنيج قلنا سينكوز تكتر على كل الأنواع استخدمها خلصة نفس المخطط اللي هو ننضرب بكارية كارية نفس كارية استخدام تاوين بالترانسبيتر اللي هو إذا إذا نوعي للت لحصل حاصل ضرب بالكارية 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 أطبط من عدهم هنا وهنا حندخله المرر هال ضمن اللوباص ونحسب يجي هنا يعوض معدلة السيدتي جد كتبتها اللي هي المسج بالكارية والوائلتي اللي حاصل ضرب الموديلات السيدتي بالكارية السيدتي بالكارية السيدتي اللي هو الكوساين 2π نفسيتي تمام؟